نكمل ويالكولوكيشنز الموضوع بالكولوكيشنز مختار للثيم اللي هو الديلي لايف يعني انه محتك بيمن بالديلي لايف إذا لاحظتوا هنان كلها هافا ميل، كوكا ميل سنت ايميل بوط بوسترز يعني يشكوا شيء أسويان بالبيت ريلاكس ووش ماي هير هافا شاور كلها إلها علاقة شنو بحياتي اليومية هنان يقول هاي التعابير الفوق رتب لي اياها بيمن حسب المكان بالبيت match the activities from exercise 1 with the correct form with the correct room sorry with the correct room مطبخ living room اللي هي غرفة المعيشة ونانا البيتروم اللي هي غرفة النوم نيجي هنان نصنفهم طبعا يا شباب اش راح اسوي آم شون نحله هذا بحيث يكون اسهل انو اصغر احاول الشاشة هم تبقى ما تطلع ما تصير واضحة يمكن صغيرة عليكم المهم هنالا نيجي على هاف راح نحاول نتلعب بالالوان شباب هسا لون الاحمر راح نقشر بي منو الاكتيفتيز اللي تخص المطبخ نقلنا هاف بريك فاست هاي بالمطبخ موصح زين wash my hair هاي ما تخصنا watch هاذي living room talk to my friend هاي واحد زين have a shower بالحمام the mess the washing up هاذي the washing up بالمطبخ الاحمر شباب للمطبخ واضح حتى اللي نسهل الموضوع اسهل من منظل نجر الخطوط او نكتبهن جوه والكتاب يصير مواضحا زين هنالا make a cup of tea هاذي همينا بالمطبخ زين cook a meal بالمطبخ شباب والبقية لا هسا نغير اللون نجي على مجموعة living room ممكن مواضح هاذا اللون خلي نبدله نختار ان اللون تد اخضر بريك تكون واضح اهنا عندي living room اتوقع هاذا واضح living room شا سو بيها watch a film on tv talk to my friend ممكن بس مو كلش زين wash my hair همي انا شنو هذي يعني مو بال living room posters on the wall اكيد مو بال living room لان living room مو مكان تعليق البوسترات clear up the mess ممكن بال living room وممكن ال bedroom ممكن بال kitchen ما باي مكان clear up the mess خلن نختارها بال living room زين shower بالحمام راح يكون listen to music اكيد مو بال living room لان living room مكان يعني مو مال اسمع بموسيقى وازعج الاخرين do my homework اكيد مو بال living room relax on sofa اكيد هاي بال living room زين read magazines ممكن بال living room وممكن بال bedroom ممكن بال kitchen انا راح اختارها بال living room ام دني اللي خصا living room زين خلن نختار انه غير لون نيجي على ال bathroom ال bathroom شباب اكيد هذي my hair wash my hair زين اهنانه هذا shower my homework my homework to music زيني ما ان علاقة بيهن بال bathroom زين make up بال bathroom او ممكن بغرفة النوم بس هما اكيد هنا راح يختار bathroom لانهما يعني حسب طبيعة حياتهم بال bathroom يخلون make up زين نيجي نختار لون اخر حتى نختار غرفة النوم هسه ال bedroom شباب talk to my friend اكيد خبر اصدقائي بغرفة النوم ما ازعج اخرين بصوتي posters اكيد البوسترات الملصقات ما الممثلين اللي احبهم من نوع السيارة اللي احب هل كذا ادزقها وين بغرفة النوم زين اه music اكيد بغرفة النوم my homework اكيد بغرفة النوم multi اه احتمال اكو واحد يقول استاذ ان يعجبني بال living room اكو ميز و مرتاح وقاعدة يعني يشوف بس اختيارات هنا خلنا نفكر كأنما حياتهم هما بالخارج الشون اهنا نسند ايميلز اكيد بالبادروم ممكن بال living room سند ايميلز مثلا خلنا تخيل واحد يتخيل ابو فاتح ال لافتوب وديد از ايميلات وكذا بال living room و بالبادروم بس خلنا نقول احنا نفكر كده تبكير طلاب الطالب دائما من حياتي اغلب حياتي هاي الاكتباتي و الواجبات والاذ يسوي هوين بالبادروم